اشتركوا في القناة وغيرها تفيد اوراق التين في تنظيم نسبة السكر في الدم وفي علاج مرض السكري حيث ان تناول مشروب الاوراق بشكل يومي يساعد لتحفيز انتاج الانسولين في الدم وتقليل كمية العلاجات التي يتناولها المرضى باستمرار وذلك لخصائص الورق المضادة للسكر والاحتوائي على البوتاسيوم المفيد في علاجه تساعد على خفض معدلات الاصابة بامراض السرطان وخاصة سرطان الثدي وأورام القلون حيث تكبح تغلغ للخلايا السرطانية وتبطئ منها لغناها بموضادات الاكسادة التي تقضي على الشوارد الحرة المسببة للسرطان وغيره من الامراض الصعبة والمستعصية تعالج مشاكل القصبات الهوائية والتهاب الشعب الهوائية تساهم بشكل كبير في علاج مرض الارتفاع الضغط الشراييني وتساعد على اعادته للمستوى الطبيعي تفيد في التخلص من الالتهابات الجلدية ومشاكلها كالأكسيما وغيرها تحمل قلب والشاريين من الامراض والتسلب وما ينتج عنها من الجلطات المفاجئة والمهددة للحياة تقوي العظام وتمنع الإصابة بمرض هشاشة العظام زيادة على هذا فيتزاعد للتخصيص وخسارة الوزن الزائد وذلك الاحتواء للألياف التي تزيد الشعور بالشبع وتكبع الشهية المفرطة وتندم عمل الجهاز الهضمي وإخراج الفضلات تعالج مرض الأنيميا فقرة الدم لاحتوائها على الإنسبة عالية من الحديد وللحصول على كل هذا ما عليكم سوى بنقع ثلاث أوراق من التين في كوب ماء مغلي لمدة ربع ساعة تقريبا قبل تصفيته وشربه ونتمنى الصحة والعافية للجميع ولا تنسى الاشتراك في القناة وكذلك تفعيل خاصية الزرس ليصلك كل جديد ومفيد شكرا لكم على مشاهدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر